مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم يومين الأحد والإثنين إن شاء الله استقرار على الأجواء لكن رياح شرقية الثلاثة حالة من عدم الاستقرار الجوي بيكون تأثيرها واضح في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة والأربعة والخميس والجمعة استقرار مرة أخرى على الأجواء أما الأحوال الجوية المتوقعة فبعد الفاصل بإذن الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعام الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد استقرار على الأجواء رياح شرقية تزيد من الشعور والإحساس بالبرود رغم أن هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها أيضا تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة خاصة العالية والمتوسطة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 18 والصغرة 14 المرتفعات الجنوبية 13-10 المرتفعات الوسطى 15-12 ومنطقة الأغوار حوالي 26 إلى 18 درجة مئوية والعقبة 25 إلى 18 البادية الجنوبية الشرقية 16 إلى 10 والبادية الشرقية 18 إلى 12 درجة مئوية الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء تميل إلى البرودة كون تأثير الرياح الشرقية الجنوبية الشرقية والشرقية الجافة والنشطة أحيانا تزيد من الشعور والإحساس بالبرودة أيضا تظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة خاصة العالية والمتوسطة العظمى المتوقعة في المرتفعات الشمالية 21 إلى 15 الصغرى المرتفعات الجنوبية 15 إلى 10 الأغوار 26 إلى 18 والمرتفعات الوسطى 18 إلى 12 درجة مئوية خليج العقبة 25 إلى 19 البادية الجنوبية الشرقية 19 إلى 12 والبادية الشرقية 20 إلى 12 درجة مئوية دوم الثلاثاء زي ما حكينا حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر تأثيرها واضح على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والشرقية من المملكة أجواء غائمة جزئيا انخفاض على درجات الحرارة فرصة لسقوط زخات رادية من المطر في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة وأيضا المناطق الجنوبية بشكل عام والجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية من المملكة الأحوال الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة المناطق الشمالية 19-13 المرتفعات الوسطى 15-10 المرتفعات الجنوبية 12 إلى 7 مع سقوط زخات رادية من المطر الأغوار 25 إلى 16 وخريج العقبة 24 إلى 17 درجة مئوية مع سقوط زخات رادية من المطر أحيانا خاصة في فترة ما بعض الظهر وكذلك المنطقة الجنوبية الشرقية أو البادية الجنوبية الشرقية 16 إلى 10 أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رادية متفرقة من المطر وكذلك المنطقة أو البادية الشرقية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رادية العظمى 17 والصغرة 11 درجة مئوية يوم الأربعاء إن شاء الله استقرار على الأجواء ارتفاع قليل على درجات الحرارة المناطق الشمالية 19-13 المرتفعات الجنوبية 13-8 الأغوار 26-18 وخريج العقبة 25 إلى 17 البادية الجنوبية الشرقية 17 إلى 8 أجواء باردة بالليل وأيضا المرتفعات الشرقية عفوا المرتفعات الوسطى 15 إلى 10 والبادية الشرقية 18 إلى 10 درجات مئوية يوم الخميس أجواء مشمسة بالنهار أيضا تقريبا لطيفة خاصة في فترة الظهر وما بعد الظهر لكنها تميل إلى البرود ليلا المنطقة الشمالية 21-14 ارتفاع واضح على درجات الحرارة المرتفعات الجنوبية 14 إلى 7 المرتفعات الوسطى 17 إلى 11 الأغوار 26 إلى 18 وخريج العقبة 25 إلى 17 البادية الجنوبية الشرقية 18 إلى 9 لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا وكذلك البادية الشرقية 20 إلى 11 معتدلة نهارا باردة نسبيا ليلا أما يوم الجمعة استمرار أيضا الأجواء المعتدلة بالنهار واللطيفة لكنها تميل إلى البرود قليلا خاصة في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية المناطق الشمالية 18 إلى 12 المرتفعات الوسطى 15 إلى 9 المرتفعات الجنوبية 11 إلى 5 أجواء باللاحظ أنها باردة نسبيا ليلا والأغوار 24 إلى 16 وخليج العقبة 23 إلى 15 البادية الجنوبية الشرقية 15 إلى 7 والبادية الشرقية 19 إلى 10 مشاهدينا شكرا لمتابعتكم نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة